قبل ستة أيام من انتهاء الولاية الممددة لمجلس النواب في لبنان اتفقت القوى السياسية الرئيسية على إقرار قانون انتخاب جديد وتم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع نسبية في خمس عشرة دائرة وذلك مع إدخال تعديلات في بعض الدوائر والأقضية واعتماد الصوت التفضلي من أجل ضمان انتخاب النواب المسيحيين بأصوات مسيحية كما يطالب الثيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وإجراء بعض التنقلات النيابية داخل الدوائر لضمان تمثيل جميع الأطراف بالنتيجة نحن من الأول لنا في عنا هدف أن نسقط التمديد والفراغ والستين وبأننا عملنا قانون انتخاب جديد مسائي مثل ما قلنا ومثل ما التزمنا منكون هالثلاث أشبيح خلصنا منهم ويكون صار عند اللبنانيين لأول مرة بعد سنة التسعين أنه يصحح التمثيل موافقة الأحزاب الرئيسية في لبنان وخاصة تيار المستقبل الذي كان حتى وقت قريب يرفض النسبية يدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة ويعكس الأجواء الإيجابية التي بدأت ملامحها ترتسم في المنطقة مع اقتراب هزيمة الإرهاب ويرى مراقبون أن إقرار قانون انتخاب جديد في لبنان في ظل العهد الجديد يعد أول إنجاز للرئيس ميشيل عون الذي يقف إلى جانب المقاومة ومشروعها رغم الحملات الترهيبية المناهضة لحزب الله التي يقودها النظام السعودي على المستوى الإقليمي والكيان الصهيوني على المستوى الدولي وتيار المستقبل في الداخل اللبناني